إذا الآن نحاول أننا نستعبو هذه الخططة ما هو المسدر وكيف يجب أن نحصل عليها وكذلك نعرف أنه مثلا ما يكون غادي من كيلومتر على ستة على متر على التانية كان قسم على 3.6 وبالعكس نضرب 3.6 كذلك نعرفناه بكل بساطة نحاول أننا نستعبوه في هذا الفيديو إن شاء الله إذا لنفترض مثلا ناخدنا واحد القيمة كما كانت القيمة هذه أه.. مثلا عن واحد قيمة على الساعة إذا تvel girl 1.6 مثلا نحاول العمل التي تقوم بالغاية regime كان مشي خطوة بخطوة نحول بعد الكيلومتر والمتر وبعد ذلك من السنين نحول الساعة الى الثانية اذا الكيلومتر بغض نحوله والمتر اذا دائما باش نحول من حاجة الى اخرى خصني انا العلاقة بينتهم رقى واحد العلاقة ما بين عنصر وعنصر اخر بحال مثلا واحد كيلومتر كتساوي لي الف الف ماذا الف متر اذا بما انني دابع عندي هالعلاقة هذه فلا ممكن نعرف او لا نقوم بتحويل على سبيل المتر الا importante نحول من الكيلومتر الى المتر اذا بمن اراد الف متر لو كنا نļقسم بمعه واحد متر في الف قطعة عديба ومن يوكي يتحويل من كيلومتر بعد المتر سنتطلب اhmenوف الفم ومن كنا نعili العكس ان هذه الاتجاه هذا التجاه هذا اذا وانق Seems to have a full month اذا 1 whether you want to change 1010 والمتر نضربpflicht اله like 1000 ماذا اجدوا التحويل ونقص في الزروات ماذا اذا كنت تفهموا هذه العلاقة التي نتواجدها هنا في هذا الشكل هذا اذا الف ماذا طب يتحل حولت من كيلومتر المتر على الساعة طب يتحل الساعة ما زال ما حولتها انا حول فقط العنصر الاول الذي هو الكيلومتر بقاطية الساعة نفس الشيء نقوم به بنفس الطريقة بالنسبة للساعة سنلقى العلاقة بين الساعة وماذا والتانية حتى شنو كنعرفو كنعرفو ماذا ان واحد ساعة شو تساوي ستين دقيقة مفهوم ودقيقة شحك تساوي من ثانية كتساوي ستين ثانية اذا كنتحول انا من الدقيقة الثانية شحك ندرب ستين يعني ستين ستين في ستين ثانية اللي هي اجهل تلتة الاف وستمائة ثانية فما تشىغي تحولها فقط كل ساعة تساوي لدقيقة كل دقيقة تساوي لدي اذا كل الساعة كنتو ساوي تساوي لدلك تلتة الاف وستمائة ديال ثواني يعني بما انني عندي هناي الساعة فانا شنو سوف نضرب في 3600 وما سوف نضرب من الثانية لساعة فأنا سنقسم على 3600 يعني اتجاه المعاكس للضرب هو القسمة واضحة إذن سوف نحول دابة من الساعة الثانية هي 1000 1000 متر ما سوف نضرب في 3600 لكي نحول الثانية سوف نحن معي هذه الساعة اللي عندي هنا لا يوجد في المقام يعني هذا الضرب اللي سوف نقوم به ما سوف نقوم به في المقام بل سوف نقوم به في المقام ثم يعني مقصومة وعاد نضربه في 3600 وبطبيعة الحال نقوم به ثانية تساوي كم؟ تساوي 1000 3600 حاليا هي 1 على 3.6 متر على الثانية ما يعني هذا 1.3 هذه هي اللي نقول عليها القسمة على 3.6 يعني مباشرة رح يقولك أنه من يجب أن تحول من الكيلومتر على الساعة المتر على الثانية فانت شنو كتديرك تضرب في 1 على 3.6 ما هو المعنى ذي تضرب في 1 على 3.6 رح هات الشي هذا يعني؟ هو أنك تقسم على 3.6 مفهم؟ يعني أنك تضرب في المقلوب دير واحد العدد يعني أنك تقسم على ذلك العدد هذا هو المعنى ذي رياضية إذا فهمنا ذلك هذا القسم على 3.6 ما يمكن أن نكون غادي في هذا الاتجاه هذا الذي هو رقم واحد مفهم؟ هو اللي صيبنا هنا فأنا سوف ندرك القسم على 3.6 وهي خرجاتنا هنا في النتيجة وهذا الشي هذا كان نقوم بالعكس ديره في الاتجاه الآخر يعني كان نبدأ من 1 متر على الثانية حتى كان نوصله 3.6 هنشوفوها الآن لاحظ معايا إذا فهمنا هال 3.6 اللي عدينا كدرنا حصلنا عليها دعنا نشوفو الاتجاه الآخر اللي هو رقم 2 بالنسبة للحالة الثانية اللي هي 1 متر على الثانية سنحاولوها كيلو متر على الساعة عن طريق المساعر رقم 2 وبطبيعة الحال سوف تخرجنا في النتيجة 3.6 إذا نبدأ من نحول المتر إلى الكيلو متر ومن السلو نحول الثانية إلى الساعة إذا كما شدتنا العلاقة عندنا إذا كنت قديم من الكيلو متر إلى المتر فأنا نضرب 1000 إذا كنت قديم العكس فأنا نقسم على 1000 وبطبيعة الحال أنا بطبيعة الحال يعني نقسم على 1000 اللي هي مادة واحدة مادة ألف نقسم على 1000 إذا هنا المتر تقول لي الكيلو متر على الثانية تساوي مادة سنحاول نحاول الثانية إلى الساعة كما قلنا سابقا أنه نحاول من الساعة إلى الثانية فأنا نضرب 3600 وإذا نحاول من الثانية إلى الساعة فأنا نقسم على الثانية لأن التجاه العكسي للضرب هو القسمة بطبيعة الحال ما معي؟ أنا ما غير نقسم على 3000 شو معي؟ أنا ما غير نقسم على 3600 أراه أنا كنقسم هنا في المقام فهم؟ بطبيعة الحال ما غير نقسم على المقام هذه القسمة التي نقسم عليها ستقول ليها ضرب في البسط فهم؟ بحال مثلا كنقول مثلا أ ب على السي هذا هو البسط وهذا هو المقام ديالي إذا هذه القسمة التي ستكون لديها في المقام فهي بطبيعة الحال ستقول ليها ضرب في البسط فهم تقاعدة رياضية معروفة جدا رياضية رياضية إذا ستقول لي أ في السي على على ب فهم؟ إذا بطبيعة الحال أنا هناك نقسم في المقام إذا ستقول لي ما هي ضرب في البسط أكدوا من العلاقة للقاعدة هذه رياضية إذا تقول ليها 3600 على ماذا؟ على 1000 وطبيعة الحال من كنقسم 3600 فأنا يجب أن نعود أو يجب أن نرجع التواني إلى ماذا؟ إلى الساعة 3600 على ألف طبيعة الحال هي 3.6 كم على الساعة إذا ما كنت لاحظه؟ كنت لاحظه أنه إذا نقوم بالتحويل من المتر على ثانية الكيلومتر على الساعة فأنا دائما ما صار جوج بطبيعة الحال فأنا ماذا أفعل؟ أقوم بالضرب في 3.6 أما إذا أردت نمشي في التجاه الأخر فأنا نضرب في واحدة على 3.6 التي هي القسمة ماذا أفعل؟ ماذا؟ إذا هذا كان تفسير من 3.6 ومن نجات وكيف خططة حصلنا عليها وما تنسى أننا خدمنا بعد هذا حيث أي شيء لا يمكن أن تؤثر بما أن لا يمكن أن تؤثر فأنا نرى الفرق الذي سنحتاجه لكي نحوله فهم؟ إذا كان يختارنا أيضا إذا إذا نرى نرى في التجاه الأول فأنا نقسم 3.6 إذا نرى في التجاه الثاني فأنا نضرب في 3 تفاصيلة سنتمنى هذا الفيديو سأشرح لكم هذه المسألة بالتوفيق نتوقعه في الفيديو القادم إن شاء الله